إذن أولى زيارات الرئيس العراقي الجديد اختتمت في الرياضة تم خلالها بحث تعزيز العلاقات بين البلدين العلاقات التجارية السعودية العراقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العشر سنوات الماضية وفق وزارة التجارة والاستثمار السعودية بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات دولار خلال الفترة بين 2006 و2016 خلال العام 2016 وحده بلغ حجم التبادل التجاري 600 مليون دولار منها 590 مليون دولار صادرات المملكة إلى العراق وتصدرت زيوت النفط الخام والمواد الغذائية قائمة أهم السلع السعودية المصدرة إلى العراق فيما جاءت في قائمة السلع المستوردة الألمنيوم والمنتجات الصناعية وحاويات النقل ملامح عودة العلاقات التجارية بين السعودية والعراق ظهرت في أكثر من مجال حيث حرصت الرياض على المشاركة في معرض بغداد الدولي خلال عام 2017 إلى جانب إعادة فتح معبر عرعر ومعبر جميمة بين البلدين لتسهيل حركة التجارة والتنقل إضافة إلى عودة الرحلات الجوية السعودية إلى العراق فسيرت شركة الخطوط الجوية السعودية شهر أكتوبر 2017 أولى رحلاتها إلى العراق بعد توقف استمر لسنوات طويلة واتفق البلدان كذلك في شهر نوفمبر 2017 على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الخام تسعة أشهر إضافية حتى نهاية ديسمبر 2018 وهو الاتفاق الذي بدأ مطلع العام الماضي بمشاركة أوبيك ومنتجين مستقلين فضلا عن موافقة مجلس الوزراء السعودي أغسطس 2017 على إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي الأمر الذي اعتبره اقتصاديون مفتاحا لتطوير العلاقات التجارية في المستقبل ترجمة نانسي قنقر